أدى تفشي وباء كورونا المستجد إلى ارتفاع بعض المواد الاستهلاكية التي يستوردها المغرب من الصين وإسبانيا على سبيل المثال نأخذ الثوم الذي اقترب ثمنه إلى خمسين درهم للكيلوغرام الواحد الروبرتاج التالي ينقل لنا تفاصيل الموضوع من الضار البيضاء من إعداد محمد خير والمهدي الغليمي تعرف أثمنة الثوم ارتفاعا في أثمنتها في الأسواق المغربية خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة انخفاض وارداتها من الصين وإسبانيا إثرى تفشي وباء كورونا في هذين البلدين ودول أخرى الناس اللي يستير الكوات على الناس يقوي المناعة ودك شي الناس اللي يستير الكوات بزاف وثمان ديالة رتعفع ولا الدباء نحن نأخذها دباء بجملة بسوار 20 درهم 27 درهم بالجملة كنا نأخذها 18 درهم دباء نأخذها بسوار 20، 27، 320 درهم يعني الضوبل ثمان ديالة ضوبل رغم ارتفاع أسعار الثوم المواطن المغربي وجد نفسه مجبرا على اقتنائها لكن هذه المرة بتكلفة أكثر ووزن أقل نكونوا معاولين علي في الزيادة وفي الاختفاع وفي النقص نحن نطلبون غير من الناس اللي محتاكرين استلعا يفهم شي يحسوا بهذا المواطنين وحسوا بالدراوش علاش حتبنا دمت يكونوا يأخذ كيلو ديالش عاجة غير يأخذ غير رابعة واش غنديروا التطرين نشروها معنا ما نديروا بها فنشروها بالقياس كنا كان نأخذ فيها جوج كيلو وثلاثة كيلو ولا كان نأخذها بالخمسة الدرهم فيروس كورونا يلقي بضلاله على سوق التوابل بالدار البيضاء ويعيد الاعتبار لكثير من المواد التي ظلت لسنوات تعاني من الكساد خاصة وأن الكثير من هذه المنتوجات تعد أساسية في الأطباق المغربية